اهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من طحية مصر واليكم ابرز العناوين الصحة اجراء اثنين مليون وثلاثة وعشرين الف عملية جراحية ضمن مبادرات انهاء قوائم الانتظار التعليم العالي اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية فتح باب القبول بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة مكترح هدن يتضمن الافراج عن خمسين محتجزا اسرائيليا مقابل وقف اطلاق النار لمدة شهر واليكم التفاصيل اعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من اجراء اثنين مليون وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة واثنين عملية جراحية وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لانهاء قوائم الانتظار ومنع تراقم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحركة التي تشملها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام الفين وثمانية عشر وبالتنصيق مع حملة ميت يوم صحة واوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الوزارة استقبلت مائة وثمانسين الفا وربعمائة وتسعة وثمانين اتصالا من مرضى قوائم الانتظار وذلك عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة منذ بداية المشروع وحتى 28 من ديسمبر الجاري حيث تمت الاستجابة للشكاوى والرد على الاستفسارات بنسبة انجاز بلغت 98% مشيرا الى ان الحالات التي تم متابعتها بداية من اول يوليو المهدي حتى ديسمبر الجاري لغير قوائم الانتظار بلغت تسعة وخمتين الفا وخمسمائة وستين حالة وقال عبدالغفار ان المبادرة تشمل جراحة القلب العظام الرمض الاورام القساطر المخية قسطرة القلب المخ والاعصاب زراعة الكولة زراعة الكبد وزراعة القوقعة وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية باقصى سرعة ممكنة واضف ان خدمات مبادرة الرئيس الجمهورية لانهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل اية اعباء مادية حيث ان المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين واجراء الجراحات العاجلة والحرجة باعلى جودة وفي اسرع وقت ممكن اكدت وزارة التعليم العالي التصدي الكامل للكيانات التعليمية الوهمية التي تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة مؤكدة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنصيق مع كافة الجهات المختصة للتصدي وعلق الكيانات الوهمية واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حيال معاودة ممارسة اعمالها مرة اخرى اعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاط ببرامجه المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات للحصول على البكالريوس واللسانسة بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة او ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس الفين واربع وعشرين وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق الثلاثين من ديسمبر الفين وثلاث وعشرين واضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ان التعليم المدمج هو نظام مطور وبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميا حيث يعتمد على الدم بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بعض ويدرس بي حاليا في جامعة القاهرة اكثر من خمسين الف طالب وطالبة افادت تقارير اعلامية عبرية بان الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني يناقشان احتمال توقيع هدنة جديدة تتضمن تبادلا للأسرة مقابل وقف اطلاق النار ووفقا للتقارير الذي نشرته القناة الثانية عشر الاسرائيلية ينص مشروع الاتفاق على مرحلتين الاولى تضمن الافراج عن اربعين الى خمسين محتجزا اسرائيليا مقابل وقف اطلاق نار شامل في قطاع غزة لمدة شهر والمرحلة الثانية تتعلق بانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من القطاع الا ان تفاصيله لا تزال غير واضحة والى هنا تنتهي نشرتنا الاخبارية كنت معكم مريم شامسة والى اللقاء اشتركوا في القناة